معنا من تونس مرسلنا على الدين زعتور على الدين من هي الأحزاب والجمعيات التي تتقدم هذه الاحتجاجات وما مدى إمكانية ضغطها على البرلمان لكي يتراجع عن قانون المصالحة الاقتصادية نعم ندين أحزاب المعارضة كل أحزاب المعارضة التونسية تقريبا تعارض هذا المشروع القانون الذي تقدم به الرئيس التونسي في الحقيقة منذ سنتين وفشل في تمريره في مناسبتين سابقتين واليوم هو يتقدم به للمرة الثالثة أمام البرلمان وهناك إصرار من رئاسة الجمهورية التونسية على عرضه مطلع الشهر القادم للنظر فيه والمصادقة عليه إلى جانب الأحزاب المعارضة هناك عدة جمعيات مجتمع مدني محلية وأيضا دولية تنشط في تونس عبرت عن خشيتها من كون هذا القانون المقترح سيطعن وسيسقط عملية العدالة الانتقالية الجارية حاليا في تونس والتي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة وهي هيئة مستقلة وسيتم تعويضها بهذا القانون الذي لن يحقق حسب وجهة نظرهم أي محاسبة قبل عملية المصالحة المنشودة وهنا الجدل الكبير هذا تقريبا الموضوع الأساسي في تونس هذا الأيام هناك جدل محتدم وهناك رغبة في التصعيد من قبل المجتمع المدني والأحزاب المعارضة وهناك حتى من بين الأحزاب المعارضة من دعا إلى تعبئة عامة وحتى عصيان مدني بشكل من الأشكال والتظاهر بالألاف في الشوارع للضغط وإسقاط هذا القانون عملية حسابية يعني البرلمان الكفة قد ترجح عملية التصويت وتمرير هذا القانون إذا اتفق الحزبان الكبيران وأقصد هنا حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة وحركة النهضة الإسلامية التي في حقيقة الأمر إلى حد الآن هناك تذبذب وعدم وضوح في موقفها النهائي اليوم فقط اجتمع مكتبها السياسي لبلورة موقفه لكن لم يتم الإعلان عنه قبل أن يتم عرضه على مجلس شورى الحركة والمصادقة عليه مرة ثانية إذ أن هناك بعض النواب داخل الحركة وتيار داخل الحركة الإسلامية التي لها أكبر قتلة برلمانية في مجلس النواب هناك تحفظات على بعض فصول هذا القانون هناك من يدعو إلى تعديل هذه الفصول حتى تتماشى وتتلاءم حسب رأيهم مع قانون العدالة الانتقالية ولكن هناك أحزاب تعتبر هذا القانون مخالفا للدستور التونسي مخالفا لروح الدستور ومخالفا أيضا لروح الثورة التونسية ومفهوم العدالة الانتقالية الذي يقوم على المصالحة ولكن بعد كشف الحقيقة والمحاسبة إذ أن هذا القانون الجديد سيتيح لرجال الأعمال وموظفي الدولة السامين السابقين في عهد النظام السابق إلى التقدم تلقائيا إلى هيئة حكومية الاعتراف من تلقاء نفسهم بأنهم ارتكبوا قضايا فساد أو شبهات فساد سابقا ويتم مصالحتهم والعفو عن هذه الجرائم السابقة بمجرد دفع مبلغ مالي معين من بين النقاط التي تحاجج المعارضة وتدعو رئاسة الجمهورية لتوضيحها هي الجدوى الاقتصادية من هذا القانون إذ أن رئاسة الجمهورية تقول أن هذا القانون سيعود بالنفع على الوضع الاقتصادي للبلاد إذ أن رجال الأعمال سيدفعون خطايا مالية ولكن إلى حد الآن رئاسة الجمهورية لم توضح كم سيكون هذا المبلغ وما مدى أهمية هذا المبلغ حقيقة نعم شكرا جزيلا لك من تونس مرسلنا على الدين زعتور موسيقى موسيقى